بعد اللي شوفت فيديو دي كلام ديمش بتخرك من دميري كلام على مصريين بتاريخ كذرة كدا زي يا أستاذة حضرتك يا أستاذة ريم زي قدرتي تكلمي على مصريين كدا تسعين في المئة من مصريين وصخة ويا كاذر يا حكير يا مصريين والنس وصخة زي زي سعبة تعليف سانة تاريخ مصر أم الدنيا طريبا حضرتك ما ذكرتيش أصلا في المدرسة ما ذكرتيش حتى التاريخ ما ذكرتيش أي حاجة مش متعلمة أي حاجة بس إحنا مصريين إحنا مش هنرود عليك مصريين مش هترودوا عليك اللي لشان عندهم أحلى مش هترودوا عليك بتاريخ وصخة زي إنتي كلمتي عليهم مش هترودوا عليك لشان عندهم زو واختراموا أحلى وإنتي ما بترفيش يعني إيدي حاولك زي إنتي بتولي راجل مصري مش راجل حاولك ستات في مصر رجالة ورجالة سبعين رجالة جدعان ونس متلمين وحاولك على حاجة بتشتغلوا لي ببرة بتشتغلوا ببرة عشان هم مطلوبين عشان معندسين عشان متلمين عشان دا قاترة حاولك أنا عايشة هنا كم؟ تسعة سنين قبل كده أنا عايشت تسعة سنين في الميرات مين بنتي ميرات؟ من عشرين من تلاتين سنة مصريين بنتو مديرس بنتو مستشفيات بنتو التجيرات مدرسين ممردات هم مدرسين كنا بعلمهم سواديية وإنتم كويت وحليك فوال عراسنا كلهم والله فوال عراسنا هم كان بعلموكم إراوي كتابة المهندسين البنتو مورات وبنتو بور كاندوكم التجيرات بعلمكم إراوي كتابة كله دا مسريين كله دا مسريين عشان هم مخوهم نديفة عشان هم متلمين وعارفين تشتغلوا بتشتغلوا بدمير انتي بتكلمي من اسم وطن انتي بتكلمي على وطن زي احنا مية واشرة مليون مية واشرة مليون دا عندنا شبرة قدي بلاتكم شبرة بس قدي بلاتكم كلها وفوال عراسنا يتم كلكم فوال عراسنا ما تكلميش كده على مصريين قايب قايب ناس مصريين كتير بتشتغلوا برا في السواديية وكويت وحليجي وقبلات كتير برا بتشتغلوا لها لشان مخوهم نديفة لشان هم مطلبين وشغل أمره ما كانتش شغل قايب ولا حرام كل واحد بشتغل كل واحد بشتغل بس مصريين عشان متلمين وعارفين تشتغلوا هم مطلبين برا بتكلمي على بلات وعلى وطن قارت انتي عاد عليها مين بسبب مين بسبب مين بسبب مصر المصر افت تطار تطار كله تطار كنت حيمسك الكرة عرضية كلها مصر وفاته المصر انجليزيين مصر ازريليين مصر افتو القارت انتي عاد عليها انتي عاد عليها مش مصر مش مصر الجيش مصري اكوا اكوا جيش في الافريكي رقم تسع في الالم ولا تماني رقم تسع ولا تماني في الالم كلها جيش مصري ما شاء الله وانتي بتقولي مش رجالة انتي بتقولي الراجل مصري حكير وتسعين في المية مصريين ووسخة ازاي ازاي الافلام مصري ومسلسلات مصري ومسرحيات مصري من سنين من سنين كل دول عرب بتفرغوا عليهم وبتفرغوا برا كمان هم دا انتي بتقولي عليهم مصريين ووسيين ومصريين هم دا مش متلمين وكذرة وزاي انتي بتقولي يا حكير حفكارك بس عشان هم دا مصريين بنتوا عندوكم وفي البالد عرب كتير في الحاليك وفي سواديو في عبلات كتير تانية بنتوا موارات ومديرس ومستشفيات وبتشتغلوا في المستشفيات دي مماردات ودكاترة ومهندسين ومديرس وبيعلموكم من من زمين من سنين بيعلموكم اراوي كتابة هم دا مصريين اكبر حاجة بتزعلني عشان انتي بتتكلمي على مصريين وامك مصريين امك مصريين يعني دام فيك مصريين وانتي بتشتيمي في مصريين باوسح كلام بتشتيمي فيهم وانتي فيك دام مصريين زي يعني انتي بتشتيمي نفسك زي زي بس مصريين مش خطردو عليكي بطريقة واسخة دي ليه علشان عندهم احلى وعندهم زوء واخترام ليه علشان انتي ما بستهليش اصلا ردة على كلمك يمكن انتي عملت دي كلام كله دا عشان عشان تكوني ماروفه وانتشري في السوشال ميديا عشان كده ما بتستهليش اصلا ردة على دي زي سورسار كده زي سورسار كده زي سورسار صوير لازم تدربو بالشبشب ناس كتير اجانب عايشين في مصر اه سوريين ما شاء الله كيميائي كبيرة جدا نفوه على راسنا عايشين هنا وبتشتغلوا ومش خطسفروا برا وفي من المانيا وفي من روسيا في كتير جنسيات عادين في مصر وعايشين هنا ما بتكلموش على مصريين كده عشان ما شفتوش منهم حاجات ووحشة دي زينتي بتقولي كده مين بكلم كلمة مش كويسة على مصريين بس عشان هو بيظهير منهم عشان مش قدر تكون زيهم مصريين جدا عن واخسى الناس وانتم كله اخسى الناس احنا كلنا من ربانا كلنا فوق على راسنا ما حدش اقدر تكلم كلمة مش كويسة على مصريين وفي اللحر لازم تتحسب على كلام دي السفارة مصرية والسفارة كويتية بالكل اخترامنا لكم يا كويت لازم تدحلوا في المضوات دي في الكلام ولازم لازم تكون حساب لكلام دي لازم موسيقى موسيقى